يشارك العراق في القمة العربية وقد حقق انتصارات مهمة على صعيد لحر تنظيم داعش من أراضي كما أنه يوصل هذه المعارك لدحر التنظيم من الموصل آخر معاقلة في العراق قبل ثلاثة أعوام من الآن فقد العراق ثلثة مساحاته وتراجعت القويت المسلحة مقابل عناصر تنظيم داعش الإرهابي وفرد نفوذه ظل العراق طيلة شهور الماضية يلملم جروحة على أمل العودة من جديد لاستعادة السيطرة على ما خسر حتى جاءت لحظة الحسم نعلن انطلاق صفحة جديدة من عمليات قادمنا يا نينوى لتحرير الجانب الأيمن من المدينة من مدينة الموصل واليوم يجلس العراق على مائدة القمة العربية رقم 28 في المملكة الأردنية ضربا المثل في الانتصار على المجموعة المسلحة وتعامل مع أصحاب الأفكار المتطرفة خاصة بعد النجاحات التي حققها في الموصل والرمادي سابقا العراق اليوم يأتي إلى القمة وهو يحمل معه باقة من الانتصارات الكبيرة وانت تعلم بأن الانتصار على داعش هو انتصار للأمة العربية بل هو انتصار للإنسانية جمعة ورغم أن القضية العراقية تشغل حيزا كبيرا من اهتمام البلدان العربية لكن بغداد لم تتخلى يوما عن انشغالها بقضايا جيرانيها لا ينبغي أن نطبع أنفسنا ونتعود أننا نستمرئ ونستأنس ونتقبل أن يغيب دولة العربية لا يمكن سوريا بتأريخي لست سوريا بالجنسية لكني سوري إلى مخ العظم كما أنني مصري إلى مخ العظم مشاركة العراق هذا العام في القمة العربية وهو مستعدا أغلب أجزاء الموصل وفي السابق الرمادي وصلاح الدين وكركوك يمنح لأشقائه العرب الأمل في غد خال من براث الإرهاب